اشتركوا في القناة التي تدعى ناطالي تدوينة مرفوقة بصورة على مجموعة خاصة بمالك سيارة داسيا قالت فيها ان زوجها عثر على بيضة داخل سيارتها من نوع داسيا سانديرو ستيبوي الجديدة ووضحت المعنية انهما يمتلكان سيارة مده الثالث من شهر يوليوز المنصرم مشيرة الى ان البيضة المسلوقة ربما سقطت من عامل كان يحاول اكلها ونسيها داخل المحرك وقد خلقت تدوينة المعنية موجة سخرية كبيرة بعدما تفاعل معها عدد كبير من رواد مواقع التواصل